بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أحاديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أنوار فيض من الأنوار وبحار من الأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ملأ لبنا وملأ حياتنا بيها وعشان كده مهما اسمهت أي حديث من أحاديث رسول الله عليه وسلم تستطيع أن أنت ترتوي وتستطيع أن أنت تتنور وكل ما تشرب من أحاديث رسول الله عليه وسلم كل ما تحس أن أنت كمان اشتاقت الحضرة النبي ومش بس اشتاقت الحضرة النبي كمان قلبك تغزى بنور عجيب يجعل كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بس ينور قلبك كمان ينور طريقك ويمكن دوت معنا من معاني قولي تعالى أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس أصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن فيكم رسول الله يبأ إذن تعالوا نسير مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف نور من أنواره ما أحد من الذين كانوا من أكثر الناس متابعة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تضرد عنه جوعا ولا إن أمشي لا من اللي بيقول كده حضرة النبي ولا إن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة مسجد النبوي شهرا ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أبضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له سبت الله قدميه يوم تزول الأقدام الحديث ده لما يسمعه بحس إيه ده أنوار فيض من النور حاجة كده خير عميم تحس كده والله تحس كده أن القلوب لو عاشت بهذا الحديث القلوب تخضر تخضر بنور يوصل أهل الأرض بأهل السماء تعالوا نسمع الحديث مرة تانية ونشوف حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوصف لنا هذا الباب من أبواب الخير سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيقول عن حضرة النبي أنه قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تضرد عنه جوعا ولئن أمشي في حاجة ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كظم غيظه ولو شاء يمضيه أمضاه ما لأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له سبت الله قدميه يوم تزول الأقدام يا سلام على جمال حضرة النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيذكرنا أن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال لله سبحانه وتعالى هو ما به نقوم بالخدمة ولو ركزنا شوية هنلاقي أن أحب الناس إلى الله هو اللي هيتحقق في أحب الأعمال وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لو أنت عايز تبقى من أحب الناس لازم يتحقق فيك أن أنت بتعمل بأحب الأعمال إلى الله ولو أعملت أحب الأعمال هتكون من أحب الناس عند الله بعد كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأعمال لأن ربنا بيحبها في شكل مفصل كده بس تعالوا بس في بداية الحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على أحب الناس إلى الله أحب الناس إلى الله على لسان حبيب الله يبقى ده حب في حب وكأن الحديث بيعلمنا حاجة مهمة جدا إن قيمة الحب قيمة مركزية عشان ندخل على الأعمال اللي جاية كلها بالحب وانت ما تجيش تعمل الأعمال وانت مش حاسس بقيمة الطريق اللي انت ماشي فيه احنا ماشينا على حضرة النبي كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله طب نعمل ايه عشان نكون ممن أحبهم الله اهو نعمل أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو ايه سرون تدخلوا على مسلم واللي عيعدت بقى الحديث بقى جملة من الأعمال تخليك وكأنك تفهم مفهوم انا بحب اسميه الحب الحياتي ازاي تحب الناس وتحب الحياة وتحب في تفاصيل الحياة فتكون تفاصيل الحياة باب مفتوح عشان تعرف ربنا وتتعرب من ربنا فما تقرب إلي المتقربون كما قرب العزة في مراوحة حضرة النبي عن رب العزة وما تقرب إلي المتقربون بأحب مما افترضتوا عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب يبقى احنا لازم نشوف الأعمال اللي احنا لو عملناها توصلنا لحب الله والأعمال دي لو التزمنا بها هتكون من أحب الناس إلى الله فحضرة النبي عدلنا خمس حاجات خمس أعمال الأول أول باب من أبواب السعادة أول باب من أبواب حب الله لأن إذا أحبك الله إلا حاصل فكرين الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به والتي يبتش بها وقدمه والتي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعادني لأعوذنا يا سلام ايه كلام ده كله ده اهو تعالوا بقى ندخل بقى بالحب ده على الأعمال اللي يذكروننا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل ادخاله السروري على قلب المسلم وكشف الكرب عن الناس وإطعام الجائع وكزم الغيظ والسعي في قضاء الحوائك تعالوا بقى نرتبوا مع بعضهم ونحطهم في خط نازم كده ايه الجامع ما بين الخمس حاجات دي أول حاجة السروري اللي تدخلوا على المسلم وتاني حاجة كشف الكرب وتالت حاجة كمان تالت حاجة مع السروري اللي تدخلوا على مسلم وكشف الكرب عن الناس إيه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده إطعام الجائع وبعد كده كزم الغيظ والسعي في قضاء حوائك الناس الحديث ده حديث اسمه جمال الخدمة جمال اللي أنت تكون في خدمة الناس بتعمل ايه تفتح لهم باب السرور طب وإذا ما قدرتش تفتح لهم باب السرور تكشف عنهم الكرب يعني واحد غع عليه غم أوه أوه مش قادر يفرح تعمل ايه تكشف عنه الكرب طب وإيه اللي حاصل طب ولو عنده مشكلة اقتصادية تطعم الجائع كمان طب وإنت بتطعم الجائع ده لو واحد ما احترمكش ما قدركش ما عرفش ايه تكشف من الغيس وإيه اللي حاصل وفي ده كله تسعى في قضاء حرائج الناس خلونا كده نقف عند كل واحدة من هذه يبقى هذا الحديث هو خماسية الخدمة خماسية الايه الخدمة وانا اقول لكم في الاخر خالص ايه جمال الخدمة وفوائد الخدمة يبقى اول حاجة سروره ان تدخلوا على مسلم ادخال السروره على قلب الناس ثوابه عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وثوابه الجنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيابيه وامي صلى الله عليه وسلم من ادخل على اهل بيت من المسلمين سرورا ماذا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة الله يعني لو واحد فرح اهل بيت وادخل عليهم السرور ربنا لا يرضى له ثوابا إلا الجنة طب ليه ده عارف ليه ده عشان فيه حاجة مهمة جدا السرور اللي انت بتدخله على قلب حد عارف بيعمل ايه بيزود علاقته بالله بيخليه يحس بنعمة ربنا ويا سلام لما تسمع الناس لما تدخل السرور على قلبهم فإن اللي حاصل فيقولوا الدنيا لسه بخير ولا لما تدخل السرور على حد فينكشف عنه الغم والهم فيقول الحمد لله ياه يبقى انت فتحت له بابل ايه للدخول على الله فربنا يفتح لك بابل الدخول عليه بس اعز واكرم فيدخلك الجنة وجوهن يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة يبقى ايه اللي حاصل يبقى ربنا يفتح لك بابل الدخول يبقى في حديث اخر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الحديث سنده ضعيف ولكن بيؤخذ طبعا بيه في فضاء العمل ان من موجبات المغفرة حضرت النبي بيقول لنا ان من موجبات المغفرة ادخال السرور على اخيك تب وليه بقى ده من موجبات المغرفرة لان الجزاء من جنس العمل مش انت فرحت الناس وادخلت السرور عليهم على قلبهم فييجي ربنا يفرحك بس فرحت ربنا ليس كمثلها فرح فربنا سبحانه تعالى يفرحك بالمغفرة ويفرحك كمان ان هو تلقى اعظم سرور لما تدخل عليه واما الذين سعدوا ففي الجنة يا خالدين اه سعادة الجنة فربنا يدخل عليك السرور ويسعدك هالجزاء والاحسان إلا الاحسان حالة تانية انك تكشف كربة عن حد احنا كلنا عارفين ان من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام بس تعرفوا حضراتكم ان تفريج الكربات سبب في استجابة الدعوات وده مهمة جدا مهمة جدا 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 ان انت لما تفرج كربة على حد ربنا يستجيب دعوتك ويمكن كتير من الناس ما يعرفوش ده اسمها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول المعنى ده ان تفريج الكرب ايه اللي حاصل يكون سبب من اسباب استجابة الدعوة فحضرت النبي بيقول صلى الله عليه وسلم بابي وامي بيقول ايه ازاي ده بيكون سبب الاستجابة الدعوات فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف كربته فليفرج عن معسر يا سلام حديث ده حديث روال امام احمد وحديث رواة السقاط وحسنة وبعض الام والحياة اللي بعد كده الحياة التالتة بقى او تطرد عنه جوعا تطرد عن المسلم ده تجوعا شوف كده الكلام تطرد الجوع وكأن الجوع ده وحش عايز ينال منه فانت تجر وراء لغاية ما تطرده تطرد الجوع من احب الاعمال الى الله لان الم الجوع الم مش بس بيوجع المعدة انا اسف يعني الم بيوجع الكرامة والم بيكسر الاشخاص ويزل اقدام الاولاد والاهل ويمكن بسبب ده المصارين قالوا اه يمكن كده قالوا قالوا الجوع كافر وعال ده سب القضاء الله ابدا ده هما بيقولوا ان الجوع ده بيخلي الواحد ما يحسش بنعمة ربنا ويمكن دي ترجمة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع تاني كده ما امن بي من بات شبعان من بات شبعانا وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم وعشان كده لما جي الاعرابي الى حضرة النبي صلى الله عليه وآله يا سلام فقار يا رسول الله علمني عملا يدخلوا لني الجنة فعال ده النبي قال له ايه من ضمن الحاجات اللي ادخلوا الجنة قال له ايه ماذا فأطعم الجائع واسق الضمآن يا سلام يعني الحاجة دي ادخلني الجنة نعم ما ادخلكش الجنة ازاي وما ادخلكش الجنة ازاي وانت سأيت واحد واطعمت حد وخليته يحس بنعمة ربنا مش هو الله سبحانه وتعالى يطعمني ويسقين هو مين اللي بيطعمه يسقي ان شاء الله فانت لما اطعمته واسقيته هو يحس بتجليات انوار الله ويحس بان ربنا اطعمه واسقاه فيدخل على الله فساعتا انت مكنش بتخدم الشخص ده ولا انت بتطعمه وتسقي من عندك لكن الله هو الذي اطعمه واسقاه رابع حاجة كازم الغيظ ودي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي محتاجة صحيح تدريب بس اجراها عظيم الحاجة دي من اعظم الاشياء اللي ممكن يعملها الانسان عظمة كازم الغيظ في القدرة على التحكم في النفس وصدها وصدعها عن الرعونة فتلاقي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عن اللي يكزم غيظه ربنا يملأ قلبه رضا وفي حديث تاني يقول دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يعني اللي يكزم غيظه ده ربنا يجيبه على رؤوس الخلائق يوم القيام حتى يخبره الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حتى يخبره الله سبحانه وتعالى بين في الحور العين المشاء يعني ايه اللي حاصل؟ طيب ليه طيب؟ لأنه لما كذا مغيظه ايه اللي حاصل؟ كانت ممكن نفسه الأمارة بالسؤول تقوله هي دي رجولة دي؟ انت مقدرتش تاخد حقك لكنه لما عمل كده الله سبحانه وتعالى يحسسه بالنعيم فيديره من النعيم ما يجعله يحس بأنه فعلا أن الرجولة هو أن تدخل في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهو عاهد الله سبحانه وتعالى على أنه يكون من أهل الحلم ومن حسن أخلاق فعمل كده وعشان كده نلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيوصينا بله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلا حاصل ونذلك الله سبحانه وتعالى يجعل أهل الإحسان وعلى الجزاء الإحسان إلا الإحسان ونذلك ما تستغربش إن اللي بيأخذ مغيظه يكله كل ده ولذلك سيدنا الإمام علي كان بيعطي حكمة فيما يتعلق بمسألة كزم الغيظ ليه طيب لإني كزم الغيظ ده إيه اللي حاصل باب من أبواب النور ولذلك حضرت النبي يقول له دم على سيدنا الإمام علي يقول كرم الله أجه دم على كزم الغيظ لما تداوم على تحمد عواقبك يعني اللي يداوم على كزم الغيظ تحمد عواقبه على فكرة تحمد عواقبه في الدنيا قبل الآخرة يعني مش تند لو أنت كزم تغيظك في كتير من الناس تقول لك أنا أكزم الغيظ وبعد كده إيه اللي يحصل وبعد كده الناس تستقل بي وتأزيني لكن كزم الغيظ ده خدمة من خدمات الناس عارفين كزم الغيظ كمان ليه معنى متاني يتعلق بالخدمة اللي يكزم الغيظ من الناس الناس تحس إنه لسه الناس فيها رحمة أنت بتبقاش متصور أنه أنت لما تكزم الغيظك الشخص اللي بيشوفك وانت بتكزم غيظك إيه اللي حاصل بيسري إلى قلبه نور ولذلك إيه اللي حاصل هو ده اللي بيخلي ثواب كزم الغيظ ده ثواب واسع الحاجة خمسة كمان اللي تكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السعي في قضاء حوائج الناس والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مرتين علشان يأكد على المعنى ده في المرة الأولى قال صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحبه إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا وفي المرة التانية بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قال ومن ما شامع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدمي حين تزول الأقدام فألاحظ أن المرة الأولى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن السعي معنا في حاجة الناس أفضل من عبادة الاعتكاف بس الاعتكاف في جمان فين؟ في مسجد رسول الله سلم إيه ده؟ ليه كده؟ عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المقام العالي يعني مش اعتكاف في أي مسجد لا يعتكاف في هذا المسجد والله يعمل كده ويكمل جميله للآخر بحيث أنه هيعمل إيه؟ يبقى ده طبع فيه مش مجرد مشواره وخلاصه راح لا ده بقت أخلاق من أخلاقه بيبقى جزاء وإيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قدمه يوم القيام لأنه إيه اللي حاصل؟ هو ثبت على هذا الخلق فربنا سبحانه وتعالى ثبت قدمه على هذا الأمر نعمل إيه بقى؟ تعالوا نشوف الحديث ده ونشوف إيه الخمس حاجات اللي احنا ممكن نعملهم وإيه الخمس قيم اللي احنا بنتكلم عنهم؟ إحنا بنتكلم على الخدمة والخدمة دي يا سيدي حاجة عجيبة جدا جدا شوف كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الأول خالص بيتكلم على السرور الفرحة الإسعاد ولذلك إنت لو كنت عايز تعرف إنت إزاي تكون شخص قريب والقريب من الله قلبه رقيق عايز تعرف معايير رقة القلب شوف الخمسة دول شوف إنت نفسك بتحب تسأت شوف الناس فرحانة ولا لا الخمسة دولة هم اللي بيبينوا رقة قلبك وكمان حبك للخدم أول حاجة بتحب تشوف الفرحة في عينيون الناس ولا لا بتحب الناس اللي محتاجين والمكتئبين واللي عندهم حزن ولذلك إلا حاصل لا تخلي يوم من أيامك إن أنت تكون سبب من السرور للناس طب إذا ما لقيتش حد تكون سبب في السرور أهل بيتك أنت لأن هم مداخلين في الحديث خليهم يفرحوا بحاجة صغيرة أو بكلمة حلوة أو بتشجيع يبقى أول حاجة السرور ده عبادة عجيبة من عبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بيها أبواب الجنة ليه؟ لأن السرور ده إيه اللي حاصل؟ بيحسس الناس بيفتح الناس قلوبهم عشان تشوف نعمة ربنا يبقى أول حاجة أول عايش تشوف رقة قلبك شوفك وأنت بتحب السرور تاني حاجة عايش تعرف رقة قلبك وكأننا احنا بنتكلم عن معايير الايه؟ معايير رقة القلب المعايير الأول المعايير ايه؟ أن أنت تحب الناس تفرح فيه ناس والعزب الله بيحبوا الناس تتغم الحاجة التانية أن أنت تحب أن الناس إيه اللي حاصل؟ يفرج عنها وتحس أن الناس فيه سعة وتحس أن الناس خرجت من الكرب ده تاني معايير تاني معايير أن أنت تحس أن الناس بتخرج من الكرب تالت معايير بقى والمهم كمان اللي أنت تحس بيه أن أنت عملت إيه؟ أول حاجة أدخلت السرور تاني حاجة كشفت ربنا جاعلك سبب كشف الكرب ثالث حاجة اطعام الطعام يعني ان تحب ان انت تعمل ايه تخلي الناس في حالة شبعة كل ما تسعى للناس انهم اطعام الطعام تطعم الطعام كل ما كده بيدل على رقة قلبك ان محدش يتدور من الجوع رابع حاجة ان انت تمنع نفسك من الغل ومن الحقد ومن الانتقام لما تمنع نفسك كده انت رقيق القلب اخر حاجة ان انت تسعى وتمشي في قضاء حوائج الناس لو ان انت بتعمله ده فانت رقيق القلب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب رقة القلب ربنا بيحرم اجسادهم على النار لان الله سبحانه وتعالى حرم النار على كل هين لين سهل ودولة ربنا سبحانه وتعالى وعدهم انهم يدخلوا الجنة ووعدهم كمان انهم يكونوا اقرب الناس الى الله اقرب الناس الى الله هيكونوا في منازل العلية في الجنة واقرب الناس الى الله هيكونوا في راحة وطمأنينة وسكون في الدنيا الابواب دي ابواب يرق بها القلوب فياروا المحبوب سبحانه وتعالى من اراد رقة القلوب ليارى المحبوب سبحانه وتعالى ويكون مع قوة القلوب صلى الله عليه وسلم فليدخل السرور على قلب الناس ويكشف عنهم الكرب ويطعمهم وايضا كمان يكظم الغيزة عنهم ويسعى في حوائجهم يا رب اجعلنا من اصحاب رقة القلوب واجعلنا يا رب نسير خلف المحبوب صلى الله عليه وسلم ننصر إلى المحبوب الأجل سبحانه وتعالى يا رب اكرمنا وطهر قلوبنا واجعلنا من اهل الخدمة فقال الخدمة ومأكثر الناس دخولا عليك يا رب وآهل الخدمة ومأكثر الناس الذين يرون أسرار جمالك وآهل الخدمة ومأكثر الناس الذين ينادى عليهم بأسمائهم يا رب اجعلنا نصل إلى رتبة خادم يا رب العالمين اجعلنا في خدمتي عبيدك لكي نكون من أهل رضاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين فاصل وبعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم مباركة اللي وسادتنا على صفحيتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل موسيقى موسيقى رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحيتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي متلقى عليها أسئلتكم عشان نخصص لها وقت زي وقت النهاردة كده عشان نجاوب عليها ونتشرف وبالتواصل معاكم دايما على صفحيتنا السؤال الأولى اللي وصلنا بيقول بنتي حواجبها عريضة بالزيادة هل ينفع عمل لها تهزيب الليزر بدل ما تهزيبهم كل فترة بالطرق العادية المسألة اللي عندنا ان الحديث الذي ورد في مسألة النامصة العلماء اختاروا ودام عليه الفتوى ان النهي هنا او التوعد هنا جاء بعلة التدليس اما وان هي مش بعلة التدليس ولكن ان الحاجب الشعر اللي فيه زائد عن الجزء الاساسي اللي هو بيسموه أصل الحاجب زائد عنه زيادة ملحوظة زيادة فاحشة او زيادة بينزل بها على العين او شيء من هذا القبيل فيجوز ان احنا نشيل الزيادة دي ولا فرقا ما بين ان انا شيل الزيادة دي بأي وسيلة او اشيلها بالليزر لا يجوز الكلام ده وهل الحكم ده بيختلف عن المتزوجة او غير المتزوجة لا هذا التهزيب هو في الحقيقة بعيد عن نية التدليس يبقى ده جائز وليس فيه اشكال ولكن على ان يكون دوت على حدود اصل هذا الحاجب فيجوز ان هي تزيل الزيادة دي ولا فرقا ما بين كونها متزوجة او غير متزوجة ولا فرقا في ان يكون ده بالليزر او بغيره من الادوات بالعكس قد يكون دوت افضل لانه هيتعمل بطريقة ممكن تكون امنة وممكن كمان تكون اكثر روحة يبقى ده جائز وخاصة ان حضرتك بتقولي ان هي عريضة بزيادة عريضة بزيادة يعني بزيادة عن اصل الحاجب فيجوز ان احنا نعمل ده لان ده ليس بغرض التدليس السؤال التاني بيقول لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا كنت عايشة مع اهل زوجي بكل اخلاص وقدمت افضل ما عندي مع سلفي وسلفتي ولكن حصلت مشاكل وسلفي سبني بالسوق وغلت في بعد تحريض زوجته له بقى كل واحد في عشته يعني خلاص اتصروا عن بعض ولكن حماتي تريد ان نتصالح تصدع ما بينها وبين سلفاء وسلفتها وانا لا استطيع ان اصفي اصفة من ناحيتهم مع العلم ان سلفي ما زال يرمي الشتائم علي وهو من خاصة ما زوجي بدون سبب ايا بتسأل وكأنها بتقول انا والله لو ان انا في حد مش عايز اتعامل معاه انا واجب علي ان انا اتعامل معاه لا مش واجب لكن اول السؤال بعد كده هل دا يكون مفيد ليك في حسن اشرتك لزوجك ولا لا خلاص انت سألتيني وكأنك بتسألين هل انا واجب علي ان انا استجيب لحماتي واتعامل مع الشخص لا احنا مش مأمورين ان احنا لازم نتعامل مع كل الناس غاية المراد من رب العباد ان احنا اذا التقينا السلام عليكم عليكم والسلام مش لازم ان الناس يعني لا يسواجب على حد ان هو يزور حد مش واجب علي خالص يبقى ايه اللي حاصل انا لو ما عملتش ده مش هكون قاسمة مش هكون قاسمة ليه ليس هناك شيء يأمرني بان انا لازم اعمل ده مع سيلفي لكن ايه اللي حاصل ايه اللي حاصل ان احنا عندنا حاجة اسمع عن عشرة بالمعروف العشرة بالمعروف مع مين مع الزوج ومع اهله وانا دايما بقول للناس ان اقرب طريق لقلب جوزك اهله فانت لو عملت ده صحيح انت مش هتبقى مش هتبقى اثمة بس انت مش بتعملي حق الافضل مش بتعملي الاحسن مش هتعملي الحاجة اللي تخلي جوزك مرتاح وانت مرتاح الامر التاني ان الكلام بتاع حضرتك دايما لازم نتكلم على اني احنا حياتنا مش بتتبني بالحلال بس لكن حياتنا كمان بتتبني بالتزكية مش كل حاجة انا عاملها بس انا عقف عن ده او ده حرام ولا مش حرام لا مش حرام خلاص بس احنا عندنا امر تاني ونفس وما سوا وفعلها ما افجور وتقوى قد افلح من زكاه يبقى ايه اللي حاصل يبقى انت محتاجة تزكي نفسك انت بتقول اني نفسك عصية عليك ايه اللي حاصل انت نفسك عصية عليك فانت محتاجة تقترب من الله سبحانه وتعالى وتزكي نفسك فلو زكيت نفسك ده يعود بالخير عليك وعلى اهل بيتك لان انت لو زكيت نفسك الله سبحانه وتعالى ينشر بركة في بيتك ويخليك كمان مطمئنة ويخليك ساكنة والتزكية دي من الاحسان ونزاك هو سيدنا جبريل لمساء الرسول اللي حاصل عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك فالعلماء قالوا ان دوت كان اشارة الى التزكية واخدوا منه ان من مقصد وجودنا في هذه الحياة التزكية فاحنا مش مطالب بس ان احنا نفضل على احوالنا دي احنا لازم نرتقي يرفع الله الذين امانوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يبقى احنا مطالبين ان احنا نرتقي فكونك ان انت مش قادرة دلوقتي ما تسبيش نفسك ده انت حاولي تتمرني وخاصة ان احنا النهاردة كنا منتكلم عن كزم الغيز فالذلك ايه اللي حاصل حاولي تترابي وتجرابي وتحاولي تريضي نفسك ولما تعملي الكلام ده هتحسي ان انت بتخرجي من أسر لنفسك اللي بتؤمرك بالانتقام وبتؤمرك ان ان انت ما تكزميش خلال عايز وبتؤمرك ان انت ما تعفوش وبعدين انت بتقولي ان هو سبك تمر مصطح سب السيدة عائشة علي السلام وإيه اللي حاصل بعد كده للأسف إيه اللي حاصل خاط فيما خاض فيه الناس وسيدنا وبكر منع عنه العطية اللي كان بيعطعها له بنته وبعدين في الاخ خالص ربنا قال له ايه قالتوا حبيون ايه اخفر الله لكم فإيه اللي حاصل فقال احب وراح مرجع صلة المصطح فالذلك إيه اللي حاصل ان انت بتسأليني لا انا ارضالك ما رضيه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رضيه لك الشرع الشريف ان انت تعمل ايه توسع صدرك وخلاص كلام وانتهد والكلام لن يقدم ولن يؤخر لكن إيه اللي حاصل علاقتك بزوجتك محتاجة دعم فتوكلي على الله سبحانه وتعالى وعملي وحاولي تتجاوزي ده شيئا فشيئ والأيام ان شاء الله ربنا يجعل فيها عونة لك عشان انتي تتخلصي من ده لكن سألتين ان لو عملت كده يبقى أثماء لا بس انا نصحتي ليك اتوكلي على الله سبحانه وتعالى وحاولي تزكي نفسك وتشيل من قلبك هذا الحقد والغل لان الله سبحانه وتعالى لما تكلم على أهل الجنة قالوا ونزعنا ما في صدورهم من غل فخليك انتي ربنا سبحانه وتعالى تفتحي قلبك لله سبحانه وتعالى عشان ينزع ما في صدرك من غل ان شاء الله ويجعلك في سعادة وفهنة ان شاء الله السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ زوجي دايما من أقل تصرف أو خلاف بيئزيني بلسانه وكلماته وتيما تردني من البيت ويبرق بعنيه أنا بسكت ومش برد بس ده بيخليني أتجنبه كده ما بترديش وأبعد عنه وده موترني ومضايقني قول لي أعمل ايه مع تصرفاته أنا أظن ان دي تصرفات كلها مليانة ايه مليانة تعبرات تعبرات ايه عن ايه هو بيعبرك عن ان هو مش مبسوط من حاجة وغطبان من حاجة واحدة واحدة بس ما تفتكريش ان أنا بعمل ايه ببرره لا انا بفسرلك في فرق ما بين التبرير والتفسير هو لو كان بيعمل معاك كده ومن أقل تصرف هو فيه حاجة مضايقة انت يقولتي حاجة كده وما ينفعش الشيخ وانت بتكلميه والكلام اللي انت بتقوليه ده انت بتقوليه اعمل ايه فالكلام هنا خليط ما بين الفتوى وما بين ماذا وما بين الاستشارة انت يقولتي ان انت بتبعدي عنه وقد يكون البعد عنه ده ان انت يقولتي ما بتعمليش حاجة انت طيبة وما بتعمليش حاجة البعد عنه ده قد يكون بيدخل في شكل ايه في شكل اللي امتناع عنه او امتناع ان انت تكون معاه وعلى فكرة انا برضو بعمل ايه انا بقوم بدور التحليل عشان اقدم الحلول لان دلوقتي احنا مش بس بنتكلم على الماذا احنا دلوقتي مش بنتكلم في الحقيقة عن الفتوى بس هنتكلم كمان عن الاستشارة فالحاصل ان بوعدك عنه ده بيخليه يعمل ايه بيخليه اشتشيط فيحاول يقربك وفيه طريقة سمجة عند بعض الرجالة ان هو لما يحب يجذب زوجته ايه يجذبها بايه يجذبها بعنف يعني يعمل ايه يبتدي يقول لها وعايزها ما تعملش السلوك اللي يخليها تبعد عنه وعايزها ما تعملش السلوك اللي هو يخليها تعمل جفوة بينه وبينه او تطلع منه اسوأ ما فيه فهو عايز يسكدها ومش عارف يسكدها او عايز يخليها تعمل الحاجة اللي تخليها قريبة منه ومش عارف فيتعصب ويتنرفز صحيحة وانيته حسنة بس هو بيعصي الله سبحانه وتعالى لأن رسول الله صنعنا قال استوصب النساء خير صحيح بس احنا لازم نفهم السبب لو بيعمل به كده هو كأنه عايز يحس معاكي بأن انت قريبة منه عايز يحس بأن انت حسة بأنه هو مال يعنيك لكن انت واضح جدا جدا من خلال كلام حضرتك ان انت بتنتقدي ده وهو بيشوفه الانتقاد ده انت بتقول ان انت بيأذيكي بلسانه وبيأذيكي بكلامه لما بيأذيكي بلسانه وكلامه انا حاس كمان شامل ان فيه شوية حساسية والحساسية دي بتخلي الشخص اللي قدامك هو مش عارف يتعامل ازاي لان كل ما يقول كلمة يشوفك بتغضب كل ما يتصرف تصرف فانت بتقولي لي اعمل ايه هقولك اربع حاجات تعمليها اول حاجة اقعدي مع زوجك وقولي له انا بحبك وانا عايزي ان نتخلص من هزا الامر نتخلص من هزا الامر اللي هو ايه انا عايزة ابقى قريبة منك وعايزة اسعب بيك وعايزة ان الشيطان ما يدخلش بيننا وانا عايزة اقترب منك وعايزة ارضيك فممكن تقولي ايه الشيء اللي بيخليك مش راضي وتقولهولي ونتكلم فيه يبقى احنا لازم نقولي الكلام ده بشكل واضح لان احنا لو مرناش الكلام ده بشكل واضح ايه اللي حاصل هيفضل كل واحد يمتلق ولما كل واحد يمتلق ايه اللي حاصل يفتح باب الشيطان ويه الذي يوسوس في صدوري الناس من الجنة والناس ويفضل نفس الامارة بالسوق تقولي ده اصد وبيعمل وبيسوي ويبقى نفسي تمتلق ولهازم بالله ويه اللي حاصل واتبع خطوات الشيطان فلما اتبع خطوات الشيطان اللي يحصل الشيطان يأخذني بعيدا عن زوجي وزي ما حضرك قلت انه بضطر ان انا ابتعد طيب ما بدل ما نبتعد اللي حاصل نقترب ونتكلم ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما ابحش دينا ان كل واحد فينا يروح في مكان كل واحد يعرض ده كمان ما بين الناس فما بيننا ما بين الازواج لا ما ينفعش الكلام ده باول حاجة جليس معه واتكلمي قد يكون ده سببه ان كل واحد في نبي قدر المسألة من وجهة نظره هو لا انت لو حطيت نفسك مكانه ممكن يكون هو محتاج لك وهو بيمارس هذا لان هو محتاج لك طيب وخاصة ان انت قلت ان هو بيزيكي بلسانه واضح ان انت كمان بتكلمه على ان الكلام فيه احاقات مش كلام مباشر طيب يبقى اول حاجة نقعد ونتكلم مع بعض ونصارح بعض تاني حاجة ببساطة خالص ان لو الكلام فيه اي نوع من انواع الاهانة ارفضيها وقولوله ان انا هرفض الاهانة دي بس اقولوله انا هرفض الاهانة عشان انت تفضل في عيني الانسان اللي بحبه مش ترفض الاهانة وتقولوله انا هصدمك وقتلك ومش اسمح لك ابدا ان انت تهني لا مش عايزين صدام عايزين الكلام يكون فيه مودة ورحمة لان انا بعد شوية بعد ما خلص معك انا هكلم زوج حضرتك الحاجة التالتة اللي انت محتاجة تعمليها كمان ان انت تشوفه هل فعلا انت حساسة فاذا كنت حساسة يبقى انت محتاجة ان انت ما تطلقيش الاحكام شوية تلاتة الحاجة اللي بعد كده انت محتاجة ببساطة خالص ان انت تذكور الله كثيرا اما زوج حضرتك اما زوج حضرتك فانا بقول له يا اخي اتقل الله سبحانه وتعالى الستة بتخاف والستة حساسة بتخاف هتعمل ايه اذا وقفت امام رسول الله سلم وسألك هي دي وصيتي هي دي الوصيتي اللي انا وصيتك عليها وصيتك الستة بتخاف ليه تفزع ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضى وحرم على ان الانسان يفزع مسلم فيبتد فزع وانت فاكر ان الكلام اللي انت بتقوله ما يلفظه من قون الا لدي رقيب عتيد وان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالن يهو بها في النار السبعين خريفة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك واللقمة ترفعه الى في زوجاتك صدقة والكلمة كمال لما ترفعه الى اذن زوجاتك صدقة تروحين تعامل عكس اللي امرت بيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تيجي تشتكي اتق الله اتق الله فيها وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك ان شاء الله لو احسنت اليها كل ده يزول كل ده يزول بالكلمة الحلو كل ده يزول بالتصرف الحسن كل ده يزول بالتأمين اكرموا بعض لان كل ما حد يكرم شريك حياته كل ما عدبان كرامة ربنا ليه البيوت مليانة خير وبركة بس انتو شيلوا الغشاوة من عليكم وشيلوا النفس الامارة بالسوق والايجو عشان تقدروا تشوفوا نعمة ربنا عليكم يا رب اكرمنا احنا النهاردة اتكلمنا عن الخدمة واتكلمنا عن خمس ابواب من ابواب رقة القلب يا رب اجعلنا من اهل رقة القلب اجعلنا يا رب ندخل السرور على المسلمين ونرفع الكرب عنهم واجعلنا يا رب بجمالك وبلطفك يا رب العالمين نسير في حوائج الناس ونطعم الطعام ونطعم الجائعين واجعلنا يا رب بكرمك وفضك علينا كمان نكظم الغيز واجعلنا نسير في حوائج الناس ونزوق حلاوة ان احنا نكون خدام على بابك وعلى ساحتك يا رب العالمين عشان تتجلى علينا بان تقبلنا عبادك ويبقى دينا وعدك اليس الله بكاف عبده يا رب اكرمنا واجعلنا يا ربنا من عبادك المقبورين وارحمنا برحمتك وارزقنا رقة في قلوبنا نقبل عليك بها فنرى وجهك الكريم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اكرمنا برؤية وجهك الكريم